أقامت الدولة معسكرا لأن المصريين بالخارج من الجيلين الرابع والخامس وتم فتح باب التسجيل به بالتعاون المرة الأولى مع شركة أسسها شباب متخصص في إقامة المعسكرات للأطفال والشباب لزرع القيم وتعليز الهوية والتعريف بالحضارة المصرية عبر مجموعة ألعاب ومسابقات تستخدم اللغة العربية هذا وتستهدف المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية اتكلم عربي تعريف أبنائنا باللغة العربية وتركز الفعليات الجديدة على الاحتفاء بالشخصية المصرية وجذرها المتنوعة والحضارة المصرية التي تبهر العالم أجمع من خلال عدد من الفعليات من ضمنها المعسكر الذي تم إطلاقه وفتح التسجيل به لأبنائنا بالخارج لربطهم بوطنهم وهويتهم وثقافتهم